بيبدأ المسلسل في لندن سنة 2023 مع محقص مع شهارة واللي بتكون عايشها في بيت واحد مع والدها وابنها السوير وبالرغم من ان ده بيكون يوم اجازتها لكن الشرطة بتجبرها تنزل تنظم مسيرة لمجموعة اليمين المتطرر وفي الوقت ده بتلمح شهارة مراهق واقف بعيد وبيظهر انه خايف وبيحاول يدينا من حاجة معينة فبتبلغ باربرا رئيس بتاعها عشان يديلها اذن باستجوابه لكنه بيرفض وفي الوقت ده بيرتفع تغير الكهرابي وبسببه بتعطى المصابيح اضاءة كتير لكن بتتصلح بعدها على طول وبيظهر ان الشاب معه مسدس وعشان كده بتقرر شهارة تكسر التعليمات وتبدأ تطرده وبيوصل الاتنين لحارة دايقة اسمها لونج هارفست وهناك بيكون في جثة راجل مريم على الارض بدون ملابس وبيدفع الشاب عن نفسه وبيقول ان مش هو القاتل فبتحاول شهارة انها تهديه وبتطلب منه ينزل المسدس عشان تقدر تساعده لكن الشاب مش بيصدقها وبيهرب بسرعة وبتقرب شهارة من الجثة اللي بيظهر انها الشاب في سن التلاتينات وبيظهر انه مات عن طريق صابته برصاصة في عينه الشمال وبيكون عنده نتبة في جبهته وكمان علامة مميزة في ايده الشمال فبتبلغ شهارة باللي حصل وبسبب ارتفاع الطيار الكهرابي بيظهر ان كل الكاميرات اتعطلت وعشان كده مش بيقدروا يشوفوا مين القاتل ومع ذلك بيقدروا يوصلوا لهواية الشاب المسلح عن طريق تسجيل واحدة من الكاميرات قبل مبوز وبنعرف ان اسمه سايد وانه تربها في ضر رعاية وبيعرفوا ان اخر رقم اتصل بيه كان رقم عليها اخته فبيقرروا يستجوبوها واسناء تشريح الجثة بيلاحظوا حاجة غريبة وهي ان ما فيش اثر لخرجوا الرصاصة اللي كانت في الان الشمال ومع ذلك مش بيلاقوها موجودة جوا الدماغ وكمان مش بيلاقوا اي تطابق لبصمات وحمض النووي في السجلات وكمان ما فيش اي اثر للرصاص او الدم في المكان وده معنانه تقتل في مكان تاني وتنقل للحارة وبالليل بتكون شهارة بتحتفل بعيد ميلاد والدها فبيروح بربر الرئيس بتاع عشان يقابلها وبيقولوا نتكلم مع عليها لكنها كانت خايفة منه ورفضت تقول اي حاجة وبنعرف ان شهارة معروفة عنها انها من اكتر المحققين اللي بيعرفوا يستجوبوا الناس وعشان كده بربر بيديلها المهمة دي فبتروح شهارة عشان تقابلها وبتقولوا ان سيد كان مرعوب لما شفيته وبتكون شاك كانوا بريئ وبتطلب من عليها اتصق فيها وتخليه سلم نفسه عشان التحقيق وبتوعدها انها هتساعد وتثبت برقته لو هو بريئ فعلا وفي طريقها للبيت بتلاحظ شهارة ان فيه شاب بيرائبها لكنه بيختفي بسرعة وتاني يوم بيجي لشهارة اتصال من سيد بعد ما اخته اقناعته اتكلم معاه وهي هتساعده وبيقول سيد انه مستنيه في مركز التصوي فبتتصل شهارة ببربر وبتبلغوا باللي حصل وبتطلب منه يسيبها تتكلم معه عشان توصل للحقيقة وفي خلال دقيق بتوصل شهارة على المكان واول حاجة بتعملها هي انها بتطلب من سيد يسلم المسدس اللي معاه لكنه بيرفض وبيعترف ان فيه شخص تواصل معاه قبل يظهره الجثة وقاله انه كل ده هيحصل وطلب منه يكون موجود في المكان بتاع ظهوره الجثة في الوقت ده وبيقول شهارة ان هي بالذات اللي كان لازم تلاقي الجثة دي وقبل ما يكمل كلامه بتوصل الشرطة على المكان وبمجرد ما بيحس سيد بوجودهم بينتحر وبتنهر عليها لما بتعرف اللي حصل وبتتخاني مع شهارة اللي كدبت وعدتها انها تحميه وبترفض شهارة انها تستسلم واسناء فحصها للكاميرات اللي في المركز التجاري بيظهر ان كان فيه شاب قاد مع سيد قبل ما يتوصل والمفاجأة انه بيكون نفس الشاب اللي كان بيرقبها واللي بيكون اسمه إيلايس وبنرجع بالزمن لسنة 1941 في وقت الحرب العالمية التانية وبنشوف محقق اسمه تشارلز واللي بيتم استدعاقه في مكتب المدير كالوي وبيظهر ان فيه ملازم بيشتغل معهم وبيكون شاكك ان تشارلز محقق فاسد بعد ما اكتشفوا ان فيه معلومات كدير بتتصرب لكن تشارلز بينكر ان يليه علاقة باللي بيحصل وبيطالب بالتحقيق مع كل اللي في المكان واستجوابهم وبعدها بشوية يجي لتشارلز اتصال من واحدة مجهولة واللي بتديله عنوان وبتطلب منه يكون هناك الساعة عشر بالليل وهيلاقي جثة مرمية في المكان ومطلوب منه ينقلها المكان معين وبيظهر ان تشارلز فعلا محقق فاسد وبياخد فلوس من الناس عشان يدري على جريمهم وبيوصل تشارلز للمكان واللي بيكون حارة لونج هارفست وهناك بيلاقي جثة نفس الشخص بنفس العلامات اللي هتلاقيها المحققة الشهرة سنة 2023 وبنفس الوضع اللي الجثة هتظهر عليه وفي الوقت ده بتشوفه طفلة لكنها بتخافه وبتجري قبل ما يمسكها فبياخد تشارلز الجثة وبيحطه في شنطة العربية وفي طريق للمكان بيكتشف ان الملازم كان برقبه وبيطلب منه يفتح شنطة العربية لكن اللي حصن حظه ان فيه قنبلة بتترمي في نفس الشقيرة وبتقع معظم المباني وبيموت الملازم أما تشارلز فبيهرب من المكان بسرعة والتاني يوم بيوصل تشارلز لنفس المكان بحاجة انه سمع اللي حصل وجاي وسيم فوفات الملازم وبيقرر كالوي يدي القضية دي لتشارلز اللي بيستغل الفرصة وبيدخل العربية بحاجة انه بيفتشها لكن الحقيقة انه بيخفى اي اثر ليه والمتعلقات والشخصية من هناك وبعدها بيقرر يفتح شنطة العربية وبيمثل انه متفاجئ بوجود الجسة جواها وبيجي له اتصال من نفس الشخصية المجهولة واللي بتقلق لما بتعرف ان الشرطة لقت الجسة فبيطمنها تشارلز انه يقفل الاضافة اسرع وقت وبنرجع بالزمن لوقت ابعد وتحديدا سنة 1890 وبنشوف محقق اسمه الفرد وهو بيقبض على طفل بتقومة السرقة وفجأة بيرتفع الطيار الكهربائي لكن بعدها بيرجع الوضع الطبيعي وبالصدفة بيلاهوا جسة مرمية في حارة لونج هارفست والغريبة انها بتكون نفس الجسة اللي شفناها قبل كده مرتين وبنفس الوضع وبنفس الاصابات وبيلاحظ الفرد وجود مصور صحفي في المكان وبيعرف ان اسمه هنري وانه هو اللي لقى الجسة وصورها وكان ناوي ينزلها في الجريدة فبيوافق الفرد يرجع له الكاميرا بشرط انه يسلم الصور للشرطة او لما تجهز واسناء تشريح الجسة بيظهر نفس الحاجات الغريبة زي مثلا عدم وجوده رصاصة وكمان عدم وجود اثر لخروجها وبيعرف الطبيب ان الجسة قتلت في مكان تاني وتم نقلها للمكان ده وده بسبب عدم وجود اثر للرصاص او اثر دم وتاني يوم بيروح الفرد يزول هنا في بيته عشان ياخد الصور وبيظهر ان فين عكاس للراجل كان مستخب في مكان قريب من الجسة فبيستنتجه ان ليه علاقة باللي حصل وبياخد الفرد الصور عشان يكمل تحقيق وبيتصدم زميله لما بيشوف الصورة وبيظهر انه عارف الشخص ده وبيحذر الفرد اللي ممكن يحصله لو اسم الراجل ده جي في التحقيق وبنروح للمستقبل وتحديدا سنة 2053 وبنشوف محققة اسمها ايرس اللي بتكون عايشة في حي مراقي من احياء لندن وبيظهر ان الزكاء الاصطناعي بيتحكم في كل حاجة فيه وبتكون ايرس في العربية بتاعتها وفجأة بيحصل عطل في الطيار الكهربائي فبتتعطل العربية وبتعرف من الزكاء الاصطناعي ان مصدر العطل في مكان اسمه لونج هارفست فبتروح ايرس للمكان وهناك بتلاقي نفس الجثة مرمية بنفس الطريقة لكن المرة دي بيكون الشخص ده لسه عايش وفي سنة 2023 بتوصل الشرطة اللي بيانت إليس وبيعرفوا نتربى في نفس در الرعاية اللي كان فيها سيد ونهم كانوا قريبين من بعض جدا لكن من كم سنة واحد اسمه أندرو وزوجته إليين قراروا يتبنوا إليس وبتقرر الشرطة أنها تقتحم بتايلة إليس وتدور عليه ناك وبيلول أب والأم لكن الابن مش بيكون موجود وأثناء تفتيش قطه بيظهر أنه محتفظ بصور لشهرة وقصرتها وبتبدأ الشرطة تستجوب الزوجين اللي بيقولوا أن إليس خرج ومرجعش من كذا يوم وأنهم ما يعرفوش مكان والغريبة أنهم مش بيكونوا قلقانين عليه فبتحكي شهرة عن جريمة القتل وبتقول أن السيد صديق ابنهم إليس كان مشتبه فيه وعشان كده عايزين يستجوبوا إليس ساكن الزوجين بينكروا أنهم يعرفوا مكانه وبينكروا كمان أنهم يعرفوا سيد أو شفوه قبل كده وبيقول الأب إن إليس شاب طيب جدا ومش ممكن يكون ليه علاقة بالله حصل وبيظهر أن الشهرة شكة في الزوجين وعشان كده بتبدأ تدور وراهم وبتلاقي فيديو قديم لإليس لما كان بيتكلم مع الأخصائيين النفسية في در الرعاية وبيحكي عن كابوس بيشوفوا باستمرار وبيظهر فيه ماسك طفل صغير وبيضطر يقتله وبتستغرب شهرة من السبب اللي يخلي الزوجين يتبانه طفل مضطرب نفسيا وكمان لما يختفوا ما يدوروش عليه وأثناء التحقيق بتلاحظ أن الزوجين عندهم عربية مميزة وأنها ما كانتش موجودة في الجراج لما فاتشوا البيت وبعد بحث كتير بيعرفوا من الكاميرات إن إليس هو لخد العربية من أهلو يربيها بعد ظهور الجثة بكم ساعة لكن مش بيعرفوا راح فين ما بتستغرب شهرة أن الزوجين كذبوا عليهم وبيقرروا يحققوا معهم من تاني لكن المرة دي بيفصلوا مع بعض وبيبدأ التحقيق مع أندرو اللي بيكون شورتي سابق وعشان كده بيكون عنده سباة فعالة كبيرة وبيظهر إنه عارف كويس هيقول إيه وبيرفو تكلم وبيطلب إنه يتصل بالمحامة بتاعه والغريبة إن إليس بتتصرف بنفس الطريقة وبتطلب نفس المحامة لكن شهرة بتقدر تأثر عليها وبتقول إن ابنها في خطر وهي الوحيدة اللي ممكن تساعده لما تعرف مكانه وتسمع منه الحقيقة وبتتأثر إليين وبتوافق تقولهم على مكانه وبتقوله إنه قاعد في مخيم فبتروح الشرطة على هناك لكن بيسيبوا شهرة عشان تكمل التحقيق معيها وبيلون مخيم فاضي وفي الوقت ده بتبدأ إليين تسخر من الشرطة وبيظهر إنه ده فخ عشان يقتلوهم وبتتحك إليين وبتقول إنه كل حاجة قالوها لها حصلت بالحر وكأنهم كانوا عارفين المستقبل ولما بتسأل شهرة عن قصدها بترفض إليين توضح كلامها وبتبلغ شهرة إن ابنها يتئذي وبعدها بتتغير تصرفات إليين وبتعود لسانها وبتقطعه وبتجري شهرة تتصل ببربرة عشان تحكيله وبتطلب منه يخلي المخيم بسرعة لإنه ده فخ من إليين وأندرو لكن للأسف قبل ما تكمل كلامها بينفجر المخيم وبيموت شورتي كان هناك وفي سنة 1941 بنشوف شارلز اللي قرر يلبس القضية لشخص تاني فبيروح يزور واحد اسمه كوزين واللي بيكون لسه خارج من السجن بتهمة اختصاب قصر وبيقتله وبيمسح أي دليل على وجوده عشان تظهر إنها حاست انتحار عدية وبعدها بياخد بصماته وبيحطها في العربية اللي كان فيها الجثة عشان يظهر قدام الشرطة إنه هو اللي قتل وبعدها انتحر وبما إنه مات محدش يعرف الحقيقة أبدا وفي سنة 1890 بنشوف ألفرد اللي بيظهر إنه خاف جدا وعشان كده بيجدب على الرئيس بتاعه وبيقول إنهم ملقوش أي دليل يوصلهم للجاني وبيرجع ألفرد للبيت وهناك بتكون زوجته وبنته بولي مستنين وفي اليوم ده بتكون بولي مجهولة بالتدريب على مقطوعة موسيقية عشان هتعذفها في الكنيسة بعد كام يوم وبيسيبهم ألفرد وبيدخل مكتبه وبيكون على وشك إنه يحرق الصورة عشان ما يعرضش نفسه للخطر لكن على آخر لحظة بيرجع في كلامه وبعدها بشوية بيزوره هنري اللي بيتدايق لما بيعرف إن التحقيق في القضية تقفل وبيستنتج إن ألفرد خاف من اللي ممكن يعمله الشخص ده وعشان كده بيعرض علي إنه ياخد الصورة وينزلها في الجريدة وبيطمن إنه مش يجيب صرته خالص لكن ألفرد بيجدب وبيقول إنه حرقها وبيظهر إن هنري عنده في دول يحل القضية وعشان كده بينزل مقال بيقول في إن الشرطة بتتسطر على القاتل الحقيقي بدون ما يوضح أي حاجة بيروح ألفرد يتكلم معاه وبيحكي عن تهديد زميله وبعد نقاشات كتير بيقرر الاتنين يشتغلوا على القضية بدون علم باقي أفراد الشرطة وبيظهر إن ألفرد لقى بصمات شخصة على مصباح الغاز وبيخمنوا إنها بصمات القاتل اللي ظهر في الصورة وفي المستقبل سنة الفين تلاتة وخمسين بنشوف آيرس وهي قاعدة في بيتها واللي بيكون فخمة جدا وبتتفاجئ بزيارة من لورنا جارتها اللي بتكون جاية تقعد معاه شوية وبيظهر إنهم قريبين من بعض جدا وبتلاحظ لورنا وجود دم على هدوم آيرس فبتشاور عليه وبتدخل آيرس تغير هدومها وبنعرف إن ده دم الشخص اللي لقيته مصاب وأثناء ما هي بتغير هدومها بيظهر إنها مركبة جهاز في ظهرها وبنعرف بعدين إنها كانت بتعاني من العجز ولولا الجهاز ده كانت هتضطر تستخدم كرسي متحرك وبيقعد لتنين يتفرجوا على نشرة الأخبار اللي بتتكلم عن ذكرى حدث انفجار كبير حصل سنة 2023 وبنعرف إن والد آيرس مات في الانفجار ده ووالدتها تصابت في الانفجار وماتت بعدها فترة بسيطة وبيحضر الحدث واحد اسمه إليس واللي بيكون مؤسس المجلس التنفيذي وبنعرف إن النظام ده تأسس بعد حدثة الانفجار وكان هدفه الأساسي هو توحيد الناس وبناء أعلم أفضل ما يكونش فيه حد حاسس بالوحدة وكمان كان حريص إن يكون فيه أمن وأمان عشان ما يتكررش اللي حصل زمان سنة 2023 وتاني يوم بتوصل آيرس على شغلها وبتعرف من المديرة بتاعتها إن مش هي اللي هتمسك قضية الشخص اللي لقوه وبتقول للمديرة إن ده موضوع يخص المجلس التنفيذي وهم ما لهمش دعوة بيه فبتدهق آيرس جدا ومع ذلك مش بتقدر تعتارد وبيكون عندها في دول تعرف هوية الشخص اللي لقوه فبتروح تزور أخوها قلبي اللي بيكون عايش في منطقة فقيرة وعاجز وبيستخدم كرسي متحرك وبيكون عايش هو ومارينا زوجته وبيظهر إن هو وآيرس بقالهم فترة طويلة ما تقابلوش لدرجة إنهم بيكونوا وخلفوا طفلة وهي ما تعرفش وبنعرف إن آيرس وقلبي بيعانوا من نفس المشكلة الصحية وإن آيرس قررت تنضم الأتباع إليس في مقابل إنهم يدوها الجهاز أما قلبي فبيكون شاف إنهم فاسدين وعشان كده بيرفض يضحي بحريته عشان خطر الجهاز وبنعرف إن هو ده سبب خلافهم طول السنين اللي فاتت وبتطلب آيرس من أخوها يفحص عينة الدم ويعرف هويت الشخص اللي لقوم وبالرغم من الخلافات اللي بينهم لكن قلبي بيوافق يساعدها وبيكتشف إن الشخص ده اسمه جابريل وتولد سنة 2022 وبتخرج آيرس من عنده عشان تروح البيت ولكن الزكاء الاصطناعي للعربية بيغير الاتجاه وبيقول إن جالها أمر استدعى وبياخدها لمكان غريب وهناك بيكون إلايس مؤسس المجلس التنفيذي مستنيها وبياخدها عند جابريل وبيقول إن الجرحين شايفين إن حالته حرجة جدا وبيظهر إن إلايس شخص مستهل وبيكون عارف إن آيرس رفضت تستسلم وفضلت تدور لحد ما قارفت هويته وبيكمل إلايس كلامه وبيقول إن جابريل دكتور جامعي بيشتغل على نظرات الجاذبية الكمية وبيخمن إنه كان ضمن جامعة إرهابية معينة وبيطلب من آيرس تتأكد ولما بتسأل إلايس شمعنا هي بيقول إلايس إن الجامعة دي عايزة تقتله عشان كده لازم هو يلاقيهم الأول وبتوافق إلايس ناة ساعده فبيديلها إلايس مسدس عشان تدفع عن نفسها لو حصل حاجة وبعدها بتقرر إلايس تروح الجامعة اللي كان بيشتغل فيها جابريل والمفاجأ إنها بتلاقي جابريل موجود هناك فبتخاف إلايس وبتسأله لو ليه أخي توقم أو حد شابه بالزبط لكنه بيمفي وفي سنة 2023 بتقرر الشرطة تحط حراسها عند بيت شهارة بعد ما قلين بلغتها إن ابنها على الدور وفي هم بتتفاجئ شهارة إن إلايس عندها في البيت وبيحاولوا إنه يهديها عشان يشرح لها كل حاجة وبيقولوا إنه مالوش علاقة بالجريمة اللي حصلت لكنها بتكون خافة على أسرتها وعشان كده بتنادي الأمن اللي وايف بره عشان يقبض عليه وبتقرر أسرة إلايس تخلي المحامي بتاعهم يحضر معاه وبتتفاجئ شهارة إن إلايس بيعترف إنه هو اللي قتل وهو اللي فجر قم بله عشان يقتل أفراد الشرطة مع إنه قال لها لما كان في البيت إنه بريق فبيتخمن إن المحامي أجبره يقول كده وبتبلغ إلايس إن من حقه يغير المحامي لو مش مرتاح وفي الأول بيكون إلايس متردد لكن بعدها بيطلب منهم استبعاد المحامي وبيوافق إنه يتكلم بشرط إنه يتكلم هو وشهارة على انفراد فبيوافق باربر إنه يخرج ويسيبهم ولكن بيعرف إلايس إنه مرائبهم من وراء الإزاز وعشان كده بيعرفوا دي يتكلم وبعدها بشوية بيجي الباربر مكالمة فبيخرج وبتستغل شهارة الفرصة عشان تعرف الحقيقة من إلايس فبتنزل تتكلم معا من تحت الترابيزة عشان ما يبقاش خاف من الكاميرات وبيقول إلايس إنه بريق وإن أندرو إيلين هما اللي كانوا بيرقبوها وحطين سؤارها في البيت وبيقول كمان إنهم قالوله إن الجثة دي ظهرت قبل كده وهتظهر تاني في المستقبل وطلبوا منه هو وسيد يبقوا موجودين في المكان ده وقت ظهور الجثة وبلغوهم إن فيه ناس كتير هتموت بسبب قنبلة هيعملها إلايس وإن شهارة هتشاركوا في تفجير القنبلة وفي الوقت ده بيرجع باربر اللي بيقرر ينهي التحقيق وبيحس إن إلايس بيضيع وقتهم مش أكتر وبيقرر باربر إنه يفرج عن أندرو لكن بيسجن إلايين وإلايس بتهم بالتفجير القنبلة وقتل الشرطي وبتحكي شهارها عن القنبلة التانية إلايس قال إنها هتأذي عدد كبير من الناس لكن باربر بيخامل إنه بيغدعهم وسنة 1941 بتحصل حاجة مش متوقعة وهي إن الطفلة إستر اللي شافت شارلز في موقع الحادث بتروح للشرطة وبتكون ناوي يتبلغ عنه ولكن على آخر لحظة بتقرر تبتزه وبتمثل إنها مش بتتكلم إنجليزي وبتتكلم مع شارلز بلغة هما الاتنين بس اللي بيفهموها وبتطلب منه عشر جميس ترليني مقابل سكوتها وبيضطر تشارلز إنه يوافق وبيجدب وبيقول لكالوي إنها بنت نصابة وجاية تطلب منهم أكل وفي وقت خرجه من الشغل بتكون إستر وقفة مستنياة وبيديلها تشارلز اتنين جنيه بس وبيرفض يديلها الباقي لكنها بترفض تمشي وتسيبه وفي الوقت ده بيجي له اتصال من الست المجهولة اللي بيكون عندها علم بكل اللي بيحصل وبتأمره يقتل إستر فورا فبيطلب تشارلز من إستر تركب معه بحجة إنه بيشيل فلوسه في مكان بعيد وبياخدها المكان مقطوع عشان يقتلها ويدفنها هناك وبعدها بيتصل بالست المجهولة وبيطمنها إنه ننفذ الأوامر لكن بيظهر إن تشارلز كذب عليها وإن إستر لسا عيشة وبيسمح لها تشارلز تقدمها في بيته لحد ما يلاقلها مكان تاني أأمن وبيظهر إن تشارلز شخص طيب وإنه تعلق بإستر وعشان كده رفض يقتلها وسنة 1890 بيبدأ ألفريد وهنا رتحيق في القضية وبيقرار يروحوا المكان اللي لقوا في الجثة وتحديدا المكان اللي كان واقف فيه الراجل اللي ظهر في الصورة وهناك بيلاهوا أثار العكاز ومن أثار العكاز بيقدروا يحددوا إنه يخصوا واحد من الطبقة العالية وبيعرف ألفريد إنه في شخص واحد في المدينة هو اللي بيصنعهم مخصوص لزباينه فبيروحوا لعنده وبيشرحوا الوصف العكاز اللي كان ظهر في الأثار اللي على الأرض ومن خلال البحث في دفتر الطلبات بيلاهوا أككاز واحد بالمواصفات دي وبيقولوا إن صاحبه رفض يقول اسمه لكن يدهم عنوانه عشان يوصلوا العكاز على هناك فبيعرضوا منه العنوان وبيكتشفوا إن الراجل اسمه هاركر وإن واحد من أغنى الناس في المدينة وبيظهر إن هاركر شافهم وهم بيرقبوه وعشان كده بيضطروا يمشوا بسرعة وبيرجعوا بيتهنري واللي بيظهر إنه عارف معلومات كتير عن هاركر وبيقول إنه والدته اسمه أجاثة وبنعرف إن هاركر اختفى لمدة طويلة وقت الحرب ولما رجع كان شكله مختلف عن الصور لكن والدته أصرت إن دابنها وأجبارة الرسامين يغيروا شكله في الصور لشكله الجديد وبيقول هنري إن هاركر وأجاثة بيشتعلوا في استحضار الأرواح وبيدعي إن الأرواح دي بتقولهم على حاجات لسه تحصل ومن خلال المعلومات دي بيستثمروا فلوسهم في الحاجات اللي هتكسب وعشان كده بقوا من أغنى الناس في البلد وقريب نوين يشتروا بنك وفي الوقت ده بيخبط الباب وبيجي لألفريد دعوة من هاركر اللي قرر يدعوه لحضور جلسة أروح وبالرغم من خطورة الموقف لكن ألفريد بيقرر يروح عشان ياخد بصمات هاركر ويقارنها بالبصمات اللي معاهم وبالليل بيوصل ألفريد لعندهم وهناك بيستقبلوا هاركر وبيشكروا إنه تخلص من دليل إيدانته في جريمة القتل فبيستغرب ألفريد إنه عارف كل حاجة وبيستغرب كمان من جرؤيته وبيكون عايز يتكلم معاه عن علاقته بالقضية لكن هاركر بيطلب إنهم يحضروا الجلسة الأول وبيعرفوا على أجاثة والدته وعلى باقي الضيوف وبيقدم هاركر لألفريد مشروب وبعدها بيخرج وبيسيبهم عشان يسقبل ضيوف تانين وبيداي ألفريد لما بيعرف إنه مش يحضر الجلسة وبيقرر يستغل فرصة وجود بصماته على الكوبية وبيسرقها وبتبدأ الجلسة وبيعرض ألفريد صهر الجسة للقوها وبيطلب إنه يتواصل مع الشخص ده وبتبدأ أجاثة في ممارسة التقوص وبتقول إن الروح موجودة معاهم وبالرغم من إن ألفريد مش بيكون مصدق لكن بيبدأ يتكلم مع الروح وبيسأل إذا كان الشخص اللي في الصورة هو اللي قتالها فبتنكر الروح إن ده حصل وبتعرف نفسها باسم جابريل ولما بيسأل ألفريد عن اسم القاتل بتبدأ كل حاجة في القضة تتهزد فبيخاف ألفريد وبينصحه لكن قبل ما يخرج من البيت بيتعب وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاي نفسه قدام بيت هنري وبيكتشف إن هاركر سرق الكباية اللي معاه وبيكون ألفريد من الدائم اللي حصل فبيروح موقع الجريمة وهناك بيحفر اسمه عن حيطة وبيقرر هو هنري إنهم ينزلوا اسم هاركر في الجريدة كمشتبه فيه بدون ما يقولوا أي تفاصيل وفي المستقبل سنة 1983 بنشوف إيرس اللي بتقرر تاخد جابريل عشان يشوف الشخص المصاب للقوم وبيتصدم جابريل لما بيشوف نسخة تانية من نفسه بين الحياة والموت وبيكون مش فاهم أي حاجة وفجأة بتتعب النسخة التانية وبالرغم من محاولات الدكاترة لإنقاذه لكنه بيموت وبينهار جابريل بسبب اللي شايفه فبتستنى إيرس لحد ما بيهدى وبتسأله عن تفسيره اللي بيحصل وإزاي في نسخة تانية منه بنفس الحمد النووي وهو ما يعرفش لكن جابريل بينكر إنه يعرف أي حاجة وبعدها بتروح إيرس تقابل إليس اللي بيقول إن الشخص اللي لقودة مش نسخة تانية من جابريل لكن ده جابريل نفسه جاي من المستقبل وبيكون ده السماء إنهم ما كانوش بيلقوا مطبق الحمد النووي لما بيظهر في الماضي ومن خلال تحديد عمر جرح الرصاصة بيعرفوا إنه مات من أيام قليلة وده معناه إن جابريل الحقيقي هيموت خلال أيام وبيكمل إليس كلامه وبيفكرها بالجماعة الإرهابية اللي حكي عنها قبل كده وتدور عليهم وتعرف مكانهم وفي سنة 2023 بترجع شهرة لموقع الحادث وهناك بتلاقي اسم ألفريد محفور وبعد بحث كتير بتعرف إن ده كان اسم محقق قديم فبتنزل للأرشيف وبتبدأ تدور في القضايا اللي حقق فيها وبتتصدم لما بتشوف صور الجسة اللي لقوها سنة 1890 واللي بتكون نفس الجسة اللي هلقتها وفي الوقت ده بيفتكر الموظف اللي بيشتغل هناك إنه شاف صورة الجسة دي قبل كده وبيجيب ملف القضايا بتاع سنة 1941 ودي بتكون ثلاث مرة نفس الجسة ظهرت فيها وبيقول إن دي آخر قضايا مسكها المحقق شارلز فبتاخد شهرة كل الأدلة عشان تعرضها على باربر ولكن بسبب سوق جودة الصور القديمة وعدم ووضوح شكل الجسة بيخمن باربر إنه تشابه في الشكل مش أكتر على عكس شهرة اللي بتكون متأكدة إنها نفس الجسة بسبب وجود نفس الوشم في نفس المكان وبتكون مصرة تعرف الحقيقة وبعد نقاشات كتير بيوافق باربر إنه يساعدها وأثناء البحث في الأدلة اللي وصل لها كل محاقت فيهم بيلقوا مقال من سنة 1890 بيقول إن المشتبه فيه واحد اسمه هاركر وبيلاحظوا إن ده نفس اسم شركة المحامية اللي بيتعامل معها أندرو فبيستنتجوا ندار رابط اللي هيوصلهم للحقيقة وبيكتشفوا إنه أندرو من وقت ما ساب الشرطة وبيشتغل الحارس أمن في شركة هاركر فبتقرر شهرة تروح مقار الشركة وبيرفض باربر يروح معها بسبب خوفه على وظيفته وده لأنهم بيحققوا بشكل غير رسمي وبتوصل شهرة المقار الشركة وأثناء ما هي بتدور على أي دليل بتتفاجئ إن أندرو موجود في المكان وبيقرر إنه يقولها الحقيقة فبياخدها للقابة هناك بيظهر إن في نسخ كتيرة من جسد جابرييل وبيبدأ أندرو يتكلم وبيقول إنه أسرة إيلين كانوا شغالين عند أسرة هاركر زمان وعشان كده عارفين كل حاجة عنهم وعارفين كل خطة هاركر اللي عايز ينفزها في المستقبل وبيكون أندرو ميت دايق إنه ورت إليس في حاجة زي دي لكن بيقول إنه كان مضطر يعمل كده وقبل ما يوضح لشهرة قصده بيشدها وبيحبسها في قدر صغيرة وفي سنة 1941 بيظهر شهرة جديد واللي بيقول إنه سمها كوزين بيتخانق مع حد قبل وفاته بشوية وعشان كده بيخمن كانواية إنه كوزين اتقتل واللي قتل وخد بصماته وحطها في العربية عشان يسبت التهم عليه وعشان كده قرروا يستدعو الطفلة إستر من تاني ويجيبوا مترجم يتكلم معيها جايز يكون عندها معلومة فيدهم وبالسبب اللي حصل بيبدأ شارلز يخافه عشان كده بيشتري تذكرة سفر للطفلة عشان تسافر سكوتلندا وبيقرر إنه ياخدها بالليل ويوصلها للمحطة بعد ما يتأكد إنه محدش مرئيبهم وبالليل بيسمعوا صوت قنابل في مناطق قريبة وبيهرب لتنين وبيستخبوا في مخبأة تحت الأرض مخصص للأؤاد دي وبيساعدت شارلز واحدة مسنة على الدخول قبل ما البوبات تقفل ولما بتروح الستة عشان تشكره بتلاحظ إن إستر جعينا فبتديها حطة شوكولاتة وفي الوقت ده بيلاحظت شارلز إن في حد مرئيبهم فبيطلب من الستة تخلي بالها من إستر لحد ما يرجع وبيفضل مشهور الراجل لحد ما بيوصلوا المكان بعيد وبيقتله وبعدها بيكتشف إنه زابت شرطة وفي الوقت ده بتعرف الستة العجوزة نفسها للطفلة وبتقول إن اسمها بولي وبنكتشف إنها بنت المحقق ألفر اللي كان مسك القضية زمان وبيرجع تشارلز للطفلة وبيظهر إن كل الناس مشت حتى الستة العجوزة بعد ما الشرطة طمنتهم إن الوضع بقى مستقر وبيتفاجئت شارلز إن إستر ماتت وبيظهر إن الشوكولاتة كانت مسممة فبينهارت شارلز اللي بيظهر إنهتعلق بها جدا وفي المستقبل بتروح إيرس تقابل جابريل اللي بينكر إنه لها علاقة بالجماعة دي وبينكر كمان إنه اخترع قلة زمن ولما بيعرف استنتاجهم عن اللي حصل بيخاف إنه يتقتل فبيطلب من إيرس إنها تحميه وبيظهر إن إيرس شخصية طيبة وعشان كده بتقرر تاخده معها البيت عشان يكون تحت حمايتها ورد ما بيوصلوا للبيت بيتكلم الزكاء الإصطناع مع إيرس وبيبلغها إن الجاز اللي في ظهرها يخلص شاح فبتضطر إنها تسيب جابريل عشان تشحنه وبعدها بيقعد اتنين يتكلموا وبيبدأ جابريل يحكي عن نفسه والأبحاث اللي بيعملها وبعدها بيستأذن عشان يدخل الحمام وفي الوقت ده هتوصل لورنا اللي بتقول إن قطتها متعلقة في الشباكة عند إيرس وبتدخل لورنا عشان تخدها وفي الوقت ده بيستغل جابريل الفرصة عشان يهرب فبتجري وراء إيرس وبتقدر إنها تمسكه وبتستنتج إنه كذب عليها وإنه بيشتغل مع الجماعة الإرهابية وعشان كده بتقرر تقبض عليه لكن قبل ما تعمل أي حاجة بتوصل لورنا اللي بيظهر إنها بتشتغل معاهم وبتضرب إيرس بصعق كهربي وبعدها بتقمر جابريل ياخدها المقار الجماعة وفي سنة 2023 بيلاحظ بربر اختفاء شهارة فبيروح يدور عليها في آخر مكان راحته واللي هو مقر الشركة وبيلاح إن شهارة محبوسة هناك فبيخرجها وبنعرف إن أندرو اختفى وبتحكي شهارة عن اللي حصل ولما بتاخده عشان توريله الجسس بيظهر إنها كمان اختفت وبيضطر بربر يقفل القضية وده لإني مفيش أي دليل معاهم لكن بيظهر إن شهارة مش ناوية تستسلم وفي طرقها للبيت بيجي لها اتصل من واحدة زميلتها بالشغل اللي بتقول إنها اكتشفت حاجة غريبة جدا وهي إن بصمات إليس متطبقة مع البصمات اللي لقوها في ملف قضية سنة 1980 واللي تخص هاركار وده معناه إنهم نفس الشخص فبتقرر شهارة تروح تزور إليس في السجل وبتحكي اللي حصل وبتقول إنهم لقوا هاركار مقتول في غرفته سنة 1941 وبتسأل لو عنده تفسير للي حصل لكن إليس بينكر إنه يعرف حد بالاسم ده فبتسأله شهارة عن أهله جايز يكون عندهم تفسير وبنعرف إن إليس ما يعرفش مين والده وإنه كان عايش مع والدته سارة لحد ما بقى عنده 4 سنين ووقتها الخدمات الاجتماعية خدته منها بسبب إدمانها للمخدرات وبيظهر إن إليس متأثر جدا بمضيه وحس إن والده والدته تخلوا عنه وبعد بحث كتير بتقدر شهارة إنها توصل لسارة اللي بتكون حسة بالندم إنها تخلت عن ابنها ومع ذلك بتكون شايفة إن حياته بعيد عنها أفضل لي وبتقول سارة إن والد إليس كان اسمه داني وإنهم ارتبطوا لما كانوا مرقين ولما عرفت إنها حامل ورحت تقوله اكتشفت إنه من عيلة غنية جدا والمحامين بتوعه كانوا فاكرين إنها طمعانة فيه وعشان كتير طردوها ولما بتسأل شهارة عن اسمه بتكتشف إن إليس والد إليس هو نفسه بربر زميلها وإن بربر من ناس لهاركر وفي الوقت ده بيجي لها تسال من بربر اللي بيكون عارف إنها وصلت للحقيقة وبيقفل السكة فوشها بدون ما يقول أي حاجة وبنعرف إن بربر مطلوب منه ينقل إليس لسجن تاني وبيستغل الفرصة وبيخطفه وبتعرف شهارة اللي حصل فبتخمن إن بربر هياخده على بيته وبتروح لهناك وبتلاقي تسجيل على سطوانة وجنبه اسمها وكأن في حد عارف إنها هتكون موجودة هنا في الوقت ده وبيكون في جنبه مفتاح ومكتوب جنبه اسمها فبتاخد شهارة المفتاح وبعدها بتشغل التسجيل واللي بيكون بصوت إليس بعد ما كبر وفي سنة 1941 بيكون شارلز منهار بسبب وفات الطفلة إستر وبيقرر يحكي لكلوية الحياة كلها وبيقول إن كان عليه ديون كتير بسبب الأمور وعشان كده كان بينفز عمليات فساد كتير لكن عمره ما قتل ومن فترة بدأ يجي له اتصالات من الست المجهولة اللي كانت بتأمره ينفز عمليات معينة بدون ما تقوله أي تفاصيل وبدون حتى ما تخليه شوفها أو يعرف شكلها لحد ما في يوم طلبت منه ينقل الجسة وبيعترفت شارلز إن هو اللي قتل كوزين لكن بيقول إن دي كانت أول مرة يقتل وبيكون شايف إنه كوزين شخص مجرم ويستحق الموت وبعدها الست كلمته وأمرته بقتل إستر ولما رفض قتلت هي بنفسها وبيكونت شارلز متأكد إن الست اللي ديتله الشوكولاتة يا نفسها الست المجهولة وبيخمنت شارلز إن فيه جاسوس في قسطهم وهو اللي صرب للست دي خبر وجود إستر لما جات تعترف وبيظهر إن كالوية مصدقه وعايز يساعده وعشان كده بيبلغوا كل اللي في المكان إنهم هيعدوا التقحيق في قضية قتل الملازم والجسة اللي لقوها عشان يشوفوا من اللي هيصرب الخبر وبعدها بيدي لتشارلز إذن بالتنصت على أي مكالمة يتيجي لحد من اللي بيشتغلوا معاهم وبيسمعوا مكالمة جاية لوحدة من العاملين في المكان وبيظهر إنها بتكلم الست المجهولة وبتحكي لها اللي حصل فبيستجوبوا البنت دي وبتقول إن الست كلمتها وهددتها تقتل ابنها لو ما بلغتاش بأي أخبار وبيوعدوها إنهم هيحموا بنها بشارط هتديلهم رقم الست وبيعرفوا إن الست دي موجودة في بنك هاركر فبيروح كلوي وشارلز على هناك وبيقابلوا الست اللي قتلت إستر واللي بتكون هي نفسها بولي وبيكون كلوي ناوي يستجوبها لكن مش بيديله فرصة فبيضربوا عشان يفقد الوعي وبعدها بيخطف بولي المكان بعيد ولما بيسأل عن سبب قتلها الإستر تقول إنها كان لازم تموت وبما إن هو رفض يقتلها كان لازم هي تتدخل وده لإنهم كان لازم يقفلوا التحقيق في موضوع زور الجثة دي بأي طريقة وبتهرت بولي على تشارلز إنها تديله رشوة لكنه بيرفض وبيكون على وشك إنه يقتلها لكن كلوي بيوصل في الوقت المناسب وبيكون عايز يقبض عليها بعد ما سمع اعترافها وكمان يقبض على تشارلز بسبب الجرائم اللي عملها وفي الوقت ده بيوصل واحد من الرؤساء كلوي واللي بيكون اسمه هايدن وبنعرف إنه ابن بولي وجاه عشان يحررها وبيكون هو كمان مشارك والدته في تنفيذ الخطة وبيقتل كلوي وبيحط بصمة تشارلز على المسدس وفي سنة 1890 بيروح ألفرد للمدير بتاعه وبيقدم الصورة اللي بتثبت وجود هاركر في مصرح الجريمة وكمان بيقدم بصماته اللي كانت في المكان فبيتم استدعاء هاركر وبيواجهه بكل الأدلة لكن بيظهر إن هاركر شخص عنده نفوز لدرجة إنه بيؤمر رئيس ألفرد يخرب ويسيبهم وبعدها بيواجه كلامه لألفرد وبيطلب منه يقفل القضية دي ويواجه تومة القتل الهينري وبيرفض ألفرد تماما ودل إنه هينري بقى صديقه ومش ممكن يعمل فيه كده وبنعرف إن هاركر قدر يخضع ألفرد وصور له صور كتير لما كان عنده في البيت عشان يبتزوا بيها لو رفض ينفذ الأوامر وبكده يكون مطلوب من ألفرد يلبس هينري جريمة قتل إما يتفضح في البلد كلها وفي المستقبل سنة 1953 بنشوفهم مواغدين آيرس على مقر الجماعة الإرهابية والمفاجأة إن القائدة بتاعتهم بتكون شهارة اللي بيظهر عليها التقدم في السن وبتبدأ شهارة تتكلم معاها وبتقول إن جسة جابرييل ظهرت 3 مرات قبل كده في 3 أزمانة مختلفة وبتوارلها الملف الخاص بكل قضية من دول عشان تصدق وبتقول إن هي كانت 3 محققة تلاقي الجسة وبتحكي عن إليس الشاب اللي قبلته وبتقول إن إليس الشاب المرايق هو نفسه إليس اللي هي تعرفه دلوقتي وبتقول كمان إن هو السبب في كل اللي حصل وده لإن هو اللي فجر القنبلة سنة 2023 وبتقول إن جابرييل اختار عقلة زمن وإن إليس عايز يستخدم الجهاز ده عشان يرجع لسنة 1890 ويشكل طائفة ويجبرهم يعملوا تصرفات معينة عشان في النهاية يفجر القنبلة سنة 2023 وبكده يكون قدر يقضي على جزء كبير من سكان الكوكب ومن بعدها الطائفة دي تتولى السلطة وتخلق العالم اللي إليس كان بيحلم به بعدد أقل من الناس وإمكانيات أكتر وعشان كده لازم يمنعوا إليس من اللي عايز يعمله عشان يحموا الناس البريئة اللي ماتت وقت انفجار القنبلة واللي بيكون واحد منهم هو ابن شهارة وبيظهر إن إليس مش مسدها اللي بتسمعه خصوصا إنها بتعتبر إليس مسأل أعلى لها عشان قدر يحول العالم لمكان أفضل فبتقولها شهارة إنهم لقوا كل التسجيلات اللي إليس كان مسجلها وكان من ضمنهم تسجيل في اسم إليس وبيقول إن إليس هتكمل المسيرة من بعده وبتاخدها شهارة عشان تشوف قلة الزمن في الوقت ده بيبدأ جابرييل يشرح فكرة عمل الآلة وبيقول إنه حاول يوقفها عشان يمنع اللي هيحصل لكنه ما قدرش وكمان معرفش يحطامها وعشان كده ما فيش قدامهم حل غير إنهم يمنعوا إليس من دخول الآلة دي وبنعرف إن اللي بيعد عشان يسافر عبر الزمن باستخدام الآلة دي بتظهر عليه العلامة اللي ظهرت على جوس الجابرييل وبيظهر إن إليس رفضت سعيدهم وده لإنها لو غيرت الماضي الحضر كمان هيتغير ومش هيوصلوا للتطور اللي هم في دلوقتي وده معنى إنها تفضل عجزة وفي سنة 2023 بتسمع شهارة تسجيل لبسود إليس وبيقول فيه إن القنبلة هتنفجر يوم 14 يوليو سنة 2023 فتاخد شهارة تسجيله وبتروح لمكتب مكافحة الإرهاب وفي الأول بيبقوا مش مصدقينها ولكن بتقرر محققة إنها تساعدها وبتديلهم شهارة المفتاح اللي لقيته جنب اسمها وبتخمن إنه مفتاح خزنة في بانك هاركر اللي لسه موجود لحد دلوقتي فبتاخدوا المحققة وبيروحوا للبانك وهناك بيقول الموظف إن ده مفتاح خزنة عندهم والمفاجأة إنها بتكون مكتوبة باسم شهارة من سنة 1941 وبمجرد ما بيفتحوا الخزنة بيلاء وجواها قنبلة وبتتفعل بشكل تلقائي وبيجي اتصال من باربر اللي بيقول إن زير تشغيل القنبلة معايا وبنهارف إن إليس مع دلوقتي وبيديها باربر عنوان وبيطلب منها تيجي على هناك لوحدها وفي الوقت ده بيكون باربر قاعد مع إليس في المركب بتاعه وبيعترف باربر إنه والده وبيعتذر عن تأثيره وبيحكي إليس إنه في المستقبل هيختاره إنه يرجع لسنة 1890 عشان يشاكل الطائفة اللي هتساعد النسخة المستقبلية منه إنه يخلق العالم اللي هو عايزه وبنستنتج إن إليس المراهق هو نفسه إليس اللي بقى قائد كبير سنة 1953 وهو نفسه اللي بيرجع بالزمن لسنة 1890 وبينتحل شخصة هاركر ومن بعدها بيفضل عايش لحد ما بيتقتل سنة 1941 وبيشرح باربر لابنه إنه هو اللي اختار المصير ده وهو اللي ألف التسجيلات إنه هيفجر القنبلة وإن دي هتكون أول خطوة في تشكيل العالم بتاعه اللي بيكون شعاره إن كل بني آدم محبوب وبنعرف إن إليس اختار الشعار ده بسبب معاناته في دار الرعاية وبيظهر إن طول الوقت كان شاف إنه ما يستحقش الحب وده لإن أهله تخلوا عنه وفي الوقت ده بتوصل شهاره وبتحاول إنها تفوق إليس وبتمنعه من اللي عايز يعمله لكن تأثير باربر عليه بيكون أقوى خصوصا لما بيسمعه رسله من نسخته المستقبلية وبيحكي وبيفكره بمعاناته وإحساسه بالوحدة طول حياته وبيظهر إن المحققة جات مع شهاره وبتدرب باربر بالنار وبتقتله وبعدها بيستغلوا ضعف إليس وبياخدوا منه الزر التشغيل بتاخدوا شهاره عشان ترجعوا السجن وفي الطريق بيطلب إليس إنه يشوف سرى والدته لكنها بتكون محرجة من نفسها وعشان كده بترفض تقابله وفي اللحظة دي بيحس إليس إن كل الناس بعيده وبيظهر إن باربر إداهم رقم تليفون متوصل بالقنبلة ولو اتصل بالرقم ده القنبلة تنفجر فورا فبيسرق إليس تليفون شاب بماشي بالشارع وبيتصل بالرقم وفي اللحظة دي بتنفجر القنبلة وبتقتل مئات الألاف من البشر وفي سنة 1940 بيقعد هايدن يتكلم مع تشارلز وبيقول إنه بينفز تعليمات والده اللي حطت خطة معانة ولازم الكل يمشي عليها وبيهرد على تشارلز ينسا كل اللي شاف وإلا هيلبس قضية قتل كالوي وقتل كوزين وبيحكيله عن قصة الجثة اللي ظهرت قبل كده عشان يفهموا إن الموضوع أكبر منه مما لتنين لكن تشارلز مش بيهتم بكل ده وبيطعن هايدن وبيهرب وبعدها بيروح بيت هايدن وهناك بيقتل بولي والدته وبيطلع لوالده اللي بيكون راجل مسن قاد في القوضة وبيظهر إنه هو نفسه إليز بعد ما رجع بالزمن وعاش سنين كتير في الماضي بيقتله تشارلز وبعدها بيتقبض عليه وبيتحكم عليه بالإعدام وفي سنة 1890 بيرفض ألفريد يعترف على هنري وبيسلم للرئيس بتاعه اعتراف بيقول فيه هو اللي قتل ولما بتروح الشرطة عشان تقبض على ألفريد في بيته وبتتصدم أسرته واللي بتكون متأكداً وبريق ومع ذلك مش بتقدر تساعده وبعدها بيتسجن ألفريد وفي المستقبل سنة الفين تلاتة وخمسين بيوصل إليز ورجالته المقر الجماعة بعد ما قرس بلغتهم بمكانها وبيقتلوا عدد كبير من الموجودين وبتندم شهارة إنها مقتلتش إليز لما كان شاب وده لأنه تسبب فقتل عدد كبير من الناس منهم ابنها وأثناء ما هما بيتكلموا بتسرق شهارة مسدس وبتضرب على رجل إليز وبنعرف إن دي سبب الإصابة اللي ظهرت عنده سنة ألف تمنمائة وتسعين وبعدها بيقدر رجالة إليز إنهم يسيطروا عليها وبيضربها إليز برصاصة لكنها مش بتموت وبعدها بيقرب من الجهاز وبنعرف إن الطلب من آيرس تعرف مكان الجماعة دي عشان كان عايز يلاقي الجهاز وينفذ حلمه ويتنقل سنة ألف تمنمائة وتسعين ولما بيرفض جابريل إنه يشغل الجهاز كل اللي وصله أمانة في إيديها فبتوعدوا آيرس إنها تكمل المسيرة وبعدها بيدخل إليز في الجهاز وبيسافر بالزمن وبيخاف جابريل على نفسه فبيسرق مسدس واحد من الواقفين عشان يقتيل آيرس لكنها بتشوفه وبتواجه ناحيته المسدس بتاعها فبيضطر جابريل ينزل المسدس بتاعه وبيحاول إنه يهديها وبيقول إنه ممكن يصلح كل ده ودخل هو كمان الجهاز وليحق إليز قبل ما يغير أي حاجة في الماضي لكنه هو جثة وبيفوق إليز بعد ما رجع بالزمن لسنة 1890 وبيلاقي نفسه في مستشفى وبيظهر إن العنبر اللي هو فيه معمول كأهداء اللي واحد اسمه هاركر فقد في الحرف فبيقرر إليز ينتحل شخصيته وبتفرح إجاثة والدة هاركر لما بتعرف إن ابنها لسه عيش وبتروح للمستشفى عشان تقابله وتتأكد بنفسها وبيجذب إليز عليها وبيدعنه ابنها الحقيقي اللي اختفى من كذا سنة وبالرغم من معرفتها بحقيقة إن ده مش ابنها لكن بتقرر تجدب على نفسها وعلى كل اللي حواليها وتمثل إنها مصدقية وبتاخده للبيت وبتجبر الرسام يغير شكل هاركر في كل اللوح لشكله الجديد وفي يوم بتقرر إجاثة بتقرأ أوراق التروت وبتتكلم مع إليز بمتاز طراحة وبتسأله لو يعرف ابنها الحقيقي وبتخمن إنه أزاه عشان ينتحل شخصيته لكن إليز بيقول إنه ما يعرفوش وبيحلف إنه ما قبلوش قبل كده ولا فكر يئزين وبيظهر إن أجاثة مفتقدة ابنها جدا وبيتقرر إليز يستغل ده لصالحه فبيطمنها إنه جاي عوضة عن كل شفيته وبيقول إنه عنده خطة هترجعها غناية زي زمان وإنه هيتجاوز قريب ويخليها جدا عشان يرجع للبيت ده الحيوية زي زمان ولما بتسأله أجاثة إنه يتجاوز مين بيظهر إنه حاطت عينه على بولي وفي يوم ظهور جثة جابرييل بيكون إليز مجهز نفسه وده لإنه بيلف في نفس الحلقة الزمانية كل الوقت وعشان كده الماضي والمستقبل بالنسبة لواحد وبيروح يستني الجثة في المكان اللي هتظهر فيه ولما بيحس بوجود هنري بيستخبى والفترة اللي بعدها بيبدأ إليز يطارد بولي عشان يتعرف عليها وفي يوم بيطلب من طفل يسرق السلسلة بتاعتها وباستخدام العكاز بيقدر إليز يوقع الطفل وبيرجع لها سلسلة وبيظهر انه عامل كل ده عشان يتعرف عليها وبيتفق معا انها تروح عندهم البيت عشان تعزف لوالدته ومن بعدها بتبدأ بولي تتردد على بيتهم كتير وفي وقت قليل بيقرب لتنين من بعض وفي يوم بتسأله بولي عن الناس الكتير اللي بتزوره دايما فبيحكي إليز انه بيقولهم توقعاته عن أسعار الأسهم وبناء عليه هم بيشتروا أو لا وبيظهر ان إليز بيستغل معرفته بالمستقبل وبيمثل انه بيعرفها من الأرواح ومن خلال ده بيكسب فلوس وعشان كده في وقت ولايل بيقدر يشتري بنك جبير وبنعرف ان رئيس ألفريد في الشغل كان من ضمن اللي بيشتغلوا مع إليز وهو اللي بلغوا انهم لقوا صورة له جنب الجثة وعشان كده إليز بيبدأ يفكر في طريقة عشان يبتز ألفريد ويكبر ويتخلص من الصورة وبيتكرر اللي شفناه قبل كده حد ما ألفريد بيعترف على نفسه وفي اليوم ده بتروح بولي يتقابل إليز وبتترجاه يستغل انفوزه ويساعد والدها فبيمثل إليز انه موافق وبيستغل انفوزه وبيقنع الشرطة تسمح له يتكلم مع ألفريد لما بيكونوا واخدنهم عشان ينقلوا سجن تاني وبيبلغوا إليز انه هو يتجاوز بنته فبينهر ألفريد اللي بيكون خاف على بنته من راجل زي ده وبعدها بيقمر إليز الشرطي انه يخنق ألفريد بسلسلة حديدة عشان يظهر قدام الناس انها حدث انتحار وبتنهار بولي لما بتعرف اللي حصل وبعد فترة بيقنع إليز بالجواز وبيعيش لاتنين حياة سعيدة جدا وفي يوم بتعرف بولي انها حامل وبيكون إليز طير من السعادة وبيخلفه طفله وبيسموه هايدن وفي يوم بيروح إليز الصحية من النوم وبيظهر ان والدته واصدقائه مستنينهم في القبو عشان يساعدوه يقول الحياة لبولي وكمان بيكون محضر لها جثة جابريل عشان تصدق الكلام اللي هيقوله وبيعترف إليز انه من المستقبل وانه كان لازم يجي ويخلف طفله عشان ناس له يفضل موجود لحد ما هو يتولد في يوم الايام ويفضل يكرر العمل في المستقبل ويلفف نفس الدائرة المقفولة عشان ينفس خطته وهي انه يخلق عالم ببشر اقل وميكانيات اكتر وفي الاول بتكون بولي مش مستوعبة اللي بيتقال وبتكون عارفة انها لو قازت إليز ده معنا ان ابنهم مش هيبقى لي وجود وعشان كده بتقرر تسامحه وفي سنة 1941 كل اتنين كبروا وعجزوا وبيظهر ان بولي وفقت تساعده في تنفيذ كل المخاططات والغريبة انها بتكون سعيدة ومقتنع بأفكاره وفي اليوم ده بيستعد إليز عشان يسجل اخر تسجيل لنسخته الصغيرة واللي بيقول فيها انه سعيد بالعمل وعشان كده بيطلب من إليز الصغيرة ليكرر كل حاجة بنفس التفاصيل وبعدها بأيام بيوصلت شارلز وبيقتلهم هما الاتنين وبسبب اللي حصل بيتم اعدامه وفي سنة 2023 بنشوف ايرس اللي بتكون قاعدة مصدومة من اللي حصل ولما بيتم سؤالها عن مكان القائد إليز بتنكر انها تعرف اي حاجة وبيبلغوها ان إليز كان شايف لها مستقبل كبير وعشان كده وصهم يرقوها ويدولها مكافأة كبيرة وبيسألوها عن مكان شهارة لكنها بتنكر انها شافتها وبينتهي التحيي مع ايرس وبعدها بيجيلها فضول في تحشانت الجابريل وبتلايرسلها منه بيقول فيها انهم لو قدروا يلحقوا في اي زمن هيظهر فيه ممكن يفضل عايش وبيكون معها ورقة بحث بتقول ان كل نسخة بتعدي من قلت الزمن وبتظهر في الماضي بيظهر قصادها نسخة في المستقبل بفرق نفس الفترة يعني لو نسخة رجعت للماضي 4 سنين بتسافر نسخة تانية للمستقبل 4 سنين وبتفتكر ايرس ان الجسل اللي قتها لجابريل كانت من 4 ايام وده معنان فيه نسخة تانية هتسافر للمستقبل وتظهر بعد 4 بعطية وبيظهر ان ايرس ندمانة عن عملته وعشان كده بتقرر تستنى نسخة جابريل ويتعالجه عشان بعدها يفكروا في طريقة يصلحوا بيها اللي حصل وبتروح تزور اخوها قلبي بعد ما خدت شهارة لعنده عشان يعالجها وبتحكي لشهارة خطتها عشان تساعدها وبعد 4 بعطيان بتكون شهارة خلاص تعافت وبيروح الاتنين عند لونج هارفست وفعلا بيظهر جابريل في الوقت المحدد فبينقذوه باستخدام الاجهزة المتطورة وفي خلال ايام بيفوق جابريل وبيتعافة لكنه بيبقى خلاص فقدانه الشمال وبتعتارف ايرس انها غلطت ومستعدة تعمل اي حاجة عشان تصلح غلطها وبيظهر انها لسه عندها امل على العكس جابريل اللي بيكون شاف ان ما فيش حاجة في ايدهم يعملوها وده الان ايلايس بيلفه في حلقة مغلقة وبيكرر كل حاجة وفي الوقت ده بتفتكر شهارة كلام اندرو اللي قال ان ايلايس هيندم في يوم الايام على اللي عمله فبيقرروا يستغلوا النقطة دي لصلاحهم وبتيجي الايرس فكرة وهي ان لو حد فيهم قدر يقابل ايلايس ويشاككو في اللي بيعملو ويقولوا انه هيندم في يوم الايام بكده هيكونوا زرعوا جواه بزرة شك كايز يعرف حجم غلطته ويغير العمل وبيتقرر ايرس تضحي بنفسها وتسافر سنة 1890 عشان تقابله وبسبب انها رجعت لزمن قبل تطور التكنولوجيا بيختفي الجهاز اللي في ظهرها وعشان كده بتكون ايرس عجزة وبتفضل تسحف عشان تستخبق قبل ما حد يشوفها وفي الوقت ده بيتم القبض على الفريد وبيخضوها السجن وهناك بيقابل ايرس اللي تم القبض عليها لحد ما يعرفوا قصتها وبيستغرب ايرس انها عارفة وبتبدأ ايرس تحكي له كل حاجة عن ايلايس ولنوي يعمله في المستقبل وفي الاول بيخمن ايرس انها مجنونة لكن بعدها بيصدقها وبيوفي اسمع القصة كاملة وبيخاف الفريد على مستقبل بنته مع الراجل ده وعشان كده بيكون مستعد يعمل اي حاجة لكن للأسف بيوصل الشرط المسؤول عن نقله للسجن التاني فبتأ نهار ايرس اللي بتكون عارفة ان ايلايس هيقتله في الطريق وبتطلب منه يعمل اي حاجة عشان خطة ايلايس تفشل وبالتالي المستقبل يتغير وفي الطريق بيوقفوا ايلايس عشان يبلغوا انه هيتجاوز بنته فبيواجه الفريد بعد ما يارف انه جاي من المستقبل وبيقوله انه هيفضل طول عمره حاسس بالزن بسبب الناس البريئة اللي ماتت بسببه وانه شخص مؤذي لنفسه والكل اللي حواليه وبيعرفه كمان انه هيدمر بولي وده لانها هتكرهه لما تعرف الحقيقة وانه هيموت وحيد وخايف فبيخرج ايلايس من العربية ومداء جدا وبيروح الشرط يقتل ايلايس عشان ينفذ امر ايلايس وبيظهر ان كلام الفريد هيأثر على ايلايس طول الوقت وبيجي اليوم اللي هيحكي فيه البولي حقيقة انه جاي من المستقبل وبتتجه البولي كل اللي قاله وبتسأله لو ليه علاقة بقتل والدها فبيعترف ايلايس ان هو اللي عمل كده وبتنهار بولي ومن اليوم ده بتكرهه ومش بتقدر تسامحه وبيكبرها ايلايس تعيش معاه عشان يفضل ناس له موجود وبالتالي هو هيفضل موجود وبيكبر الاتنين وبيعجزه وبيظهر ان هم بيكرهوا بعض جدا ومع ذلك كانوا مجبرين يكملوا سوى طول السنين اللي فاتت عشان ايلايس ينفذ خطته ولما بيروحت شارلز عشان يقتل ايلايس بيظهر ان ايلايس سجل رسالة جديدة للايس الشاب بينصحوا فيها نصيحة جديدة عشان يغير اللي حصل بعد ما ندم انه قتل كل الناس دي وبمجرد ما بيعترف ايلايس انه كان غلطان لما قتل ايستر والبقين بيتأثر تشارلز وبيوافق يساعده فبيديله الاسلسطوانا وبيطلب منه يلاقي طريقة عشان الاسلسطوانا دي يوصل لمحقق اسمها شهارة هتكون موجودة سنة 2023 وبيمسك ايدي تشارلز وبيجبره ويقتله وبعدها بيروحت شارلز لموقع الحادثة وهناك بيحفر اسمه جنب اسم الفريد وبيكتب جنبها عنوان حنى معينة وبتبدأ الشرطة اضطرد تشارلز عشان تقتله بقيادة هايدن اللي بيكون عايز انتم لأهل وبيلاقي طريقة شارلز قاعد في حنى خاصة بالمحين فبيقتله هناك وبسنة 2023 بيوصل جابريل وشهارة الموقع الحادثة عشان يشوفه لو قارس قدر تغير حاجة في الماضي وهناك بيلو اسمت شارلز محفوره جنبه عنوان الحنى فبيستنتجه نساب دليل هناك لكن لسوق حظه من الحنى بتكون اتدمرت وقت الانفجار فبتقرر شهارة ترجع للماضي عشان تدور في الحنى عالدليل وبتسافر لسنة 2023 وبتروح الحنى وهناك بتلاقي شارلز سيبلال استوانة في ظهر واحدة من صور المحققين وفي اليوم ده بتكون النسخة الحقيقية من شهارة واخدى إليس عشان يوضع والدته قبل ما يرجع السجن وفي الوقت ده بيجي لها تسلم نسختها المستقبلية اللي بتكون مستنيها في بيت سارة والدة إليس وبتقول شهارة انها جاء من المستقبل وبتحكي للنسخة التانية ان إليس مع ورقة فيها رقم وبيفكر دلوقتي يرنع الرقم ده عشان يفجر القنبلة وبتطلب منها تبعد كل الشباب اللي حواليهم عشان إليس ما يلاقيش أي تليفون يستخدمه وبعدها بتطلب منها تفتح السبيكر وبتشغل السوانة اللي معها عشان إليس يسمعها وبيسمع إليس النسخة المستقبلية منه وهي على وشك الموت بعد ما ندمع اللي عمله ويتمنى تجيله فرصة يصلح الماضي وينقذ الناس البريئة دي من الموت وبيقول ان كل خططه نجحت ومع ذلك ما كانش سعيد وعشان كده بيطلب من إليس الشاب انه ما يقررش نفس اللي عمل وبيعترف إليس ان اللي عمله ما قدرش يمحي الحزن اللي جواه بسبب بعده عن أهل وعشان كده ما فيش داعنه يدمر حياة كل الناس دي لأنه كده مش هيستفيد حاجة وبيينهار إليس من لسامه وبيقرر ينفس كلام النسخة المستقبلية ومايفجرش الكمبيلة وبتجري صار عشان تحضنه وبتعتذر عن كل اللي عملته زمان لما شهارة فبتروح تحضن نسختها التانية وبتشكرها على عملته فاللاحظة دي بيختفي إليس وده لأن القرار اللي خده ما حوجوده من كل الأزمنة ومن بعدها بترجع كل حاجة لطبيعتها وبتفوق شهارة وبتلاقي نفسها في بيتها مع ابنها وولدها وبتكون سعيدة أن خطتها نجحت وابنها رجع للحياة من تاني وبيرجع تشارلز وألفريد هما كمان لحياتهم الطبيعية اللي كانوا عايشينها قبل لما يلقوا الجثة وفي يوم بتكون شهارة في طريقها العيد ميلاد والدها والمفاجأة أن البنت اللي بتسقل عربية بتكون هي نفسها آيريس الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكارتون سلام